نعلم بيكو نورده معنا الفوكازيون معانا الاصدوات الجديدة من الساعة M4 Band و MS3 Band هنقوم بالفروق دلو ما احنا كنا عملنا فيديو قبل كده بيوضح الفرق بينهم بين الساعة دي والساعة دي في الاصدوات القديمة تمام؟ الفيديو هايزال لك في الاي فوق تقدر تتجعله لك ان الفرق بين M4 و MS3 وما هو فقط الا في ترتيب وشكل الابشن الداخلي في شكل الابشن من جوا يعني ما هو الا اختلاف شكل الابشن من جوا اما الساعة كاستيك هو نفس الاستيك ما فيش اي فرق مكان بس الباصمة هنا دي M3 مكان الباصمة وهنا M4 او مكان الزرار يعني ان انت تقلب منه مختلف لكن نفس الابشن موجودة هنا الابليكيشن مختلف اللي تشتعل عليه وهنا الابليكيشن مختلف لكن نفس الابشن موجودة نفس الشاحن يعني الاصدوات الجديدة دي الشاحن بتاعها واحد يعني الشاحن M3 معانا اهو تمام ده شاحن M3 دي عادة M3 الشاحن بتاعها اهو تمام شاحن M4 نفس القصة اهو نفس القصة نطلع من العلبة برضو اهو الشاحن M4 تمام نفس الشاحن يعني اهو الشاحن اهو اهو نطلع معجاب وår scaled اهو لانTF اهو 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 تنبي ده هو شكل الساعة على الطبيعة طبعا الإصدار الجديد هنقول إيه الفرق بيه وبين القديم من المسري طيب هنا الشكل هنلاقي ان الشترق حلقة في زي تجويف هنا اللقاء زي تجويف هنا اللقاء ما كان زي الباصنة يعني انه يتقلم منه الشاشة طيب عصدار القديم من المسري كان الشاحن نفسه مرفق في ساعة وكتشيله كده وتوصله خلاص. وبتنسى قصة الشاحن. طيب. في بعض الناس في الاصدار القديم كان بتيجي تطلعها فكادة تتكسر كده خلاص بالسلامة قديمة. المساعة قديمة دهاش اي قيمة اللي انت وشتاحت شحنها تاني. طيب هم عملوا ايه في الاصدار الجديد? عملوا لك الشاحن ده زي نفس الشاحن متاعت امي فور وانا وردو لك دلوقتي. هنا الوصطة والشاحن موجود يعني كتعة ويار موجودة ومتاحة في السوق موجودة ومتاحة عندنا برضو هتوسط كده وتشحن. هلا aquest ده كده بالنسبة لكُسة الشحن. ده اول اختلاف معنا ان مكان الشحن كان هنا في الاصدار القديم. implicit الاكام ganze كده الاصدار القديم. هنشاهله قد هناك. الاقام انها الأقام. هذا مسر القديمة. ده المسر القديمة وهذه المسر القديمة نفس الباصمة ونفس كل شي لكن كما قلنا مكان الشحن مختلف زي ما واضح في الصور. كان في بعض الناس دي تتكسر معه وفي ناس لتحافز عليها فده يرجع لك برضو يعني انت ممكن تستخدم عندنا برضو متاحة لإصدار القليل وعندنا الإصدار الجديد اللي في العرضة حاليا هو الإصدار الجديد عليه أفر لسعر كويس بالنسبة للإصدار الجديد الإصدار القليل هي قصة الاختلاف في مكان الشهد نخلي بقى الإصدار القليل ده على جانبه ونشغل على الجديد دلوقتي وإن شغل مع بعض السعب دوسة مطوّلة على مكان الباصمة ده وإن شغل معه ساعة مسي ساعة مسي ده السيم الجديد بتاعها الستيبس والتقوات والبخط الدم والأدوات الرياضية تمام والإن فوق ومور يلا نبدأ مع بعض كل حاجة مع بعض أول حاجة في الساعة ناسو لم نشعجلني يحبين نغياره أبدا دخش على القيمة باللمس عن طريق المكان بتاع الباصمه ده هو وضع هيده ده ودخش على قيمة نور ضغطة ثلاث سواني طمين العقيمة هلاقى يابوت عن الساعة والسيم اضغط على دخطة ثلاث ثواني افتح مع السلين ده و الشكل ده تاني شكل و هتلاقي الخطوات المتحت الشكل التالث هو نفس الشكل التاني بس الزوان المختلف يعني التاريخ تحت و الخطوات في النص و الساعة فوق و ده الشكل الاولاني يعني عندنا ثلاث سنجات في الساعة دي فانا مثلا الشكل اختار اضغط عليه ضغطة مطولة ثلاث ثواني و خلص كده هرجع بقى بشاشة بشاشة البداية ان السنزل اختارته بالساعة هو اللي موجود تمام سيقول لك كم خطوة انت مشيتها و كم كيلو انت قطعته و حرقت كالوريز اديه ثلاث ثواني هيرجعك للقايمة من بره تاني هنا ضربات القلب و مرفق معها ضغط الدم في الاصدار القديم نتلاقي ضغط الدم الواحده و ضربات القلب الواحده فانت هنا تلاقي ضغطة مطولة ثلاث ثواني بيبتدي ان هو يشتغل و تلاقي السنزل بالاورة اشتهت طعم بكل ريسها في اديك و ترفع اليك نحية القلب و تستنى نتيجة انها تصغر اللي هو الحركة يعني هنتلاقي فيه كزا حاجة دوه الخطوات والمسكيب اللي هو انت تنوط الحبل و كاميرين الرياضية و ترجع ثاني تمام اللي اختار بعد كده اللي هو الانفو و بيقول لك فاضي الانفو ده بقى بيظهر لك اي اشعار جاي لك على الواتساب على المسنجر على الفيسبوك الاشعارات كلها اللي بتيدي على موبايلك بتظهر هنا بس لما كنا عمل لها كنتك على الموبايل تمام نضغط على مور هنلاقي يا باوت والسنز اللي حضرنا بالسنز اللي وضحنا رحبتك بالساعة و رحبتك بالساعة ده كده كل الوبسن اللي موجود في الساعة تمام ارجعنا تاني للددائي تمام وضحنا الشحن تمام الساعة دي بقى ازا يغبطها على الموبايل نرجع للكاتلوج هنلاقي فأنت اتعمل اسكان للكيو ار كود ده تمام طبعا لما عندكش البرنامج فاحنا كده كده هنعرفك اسم البرنامج في الفيديو انشغل الروس ونطلع لك اسم البرنامج هتقول له وتفتح معك الابليكيشن الخاص بالساعة اللي هو الفيت برو هتقول لك دولود من جوجل بلاي طبعا اي حاجة على جوجل بلاي دي امنة بنسبة 100% لان مش هادر موبايلك تمام وتعمل للبرنامج لشكل البرنامج فتفتح معنا الوجهة دي ازاي بقى تربط الساعة بالبرنامج هنلاقي شكل البرنامج كده يستيبس وكل حاجة 0 لان انت مش عامل الكنيكت مع الساعة فيه هنيجي في الاخترات بتاحت دي هنخش على ست والاختيار اللي فوق هيعمل سكان فاين يعني هيلاقي ان الساعة موجودة اللي هي دي هتلغط عليها هيقول لك ترغيتي الكنيكت وهتستمى لحزات بقية ما يعمل الكنيكت كده هو عمل الكنيكت ازاي بتلاقي علامة البلوتوس ظهره فوق هنا كده في الساعة زي ما هو واضح العلامة اللي هي فكده انت الساعة والموبايل بقوا مواحد تمام وكمان هنلاقي ان التريف والوقت نفس الوقت في الموبايل هو اللي على الساعة والخطوات طبعا زيره انا نسا ممشيتش بيها تمام ونفس كل حاجة هتلاقي كان كيلو انتمشيته وكل الابشن اللي موجودة فيها طيب وبرضو مونشن موجودة هم بيتعمل ستارتر اي حاجة برضو اي نفس الابشن ونفس الحاجة بس لازم تكون لابس الساعة طبعا فيها تمام فيه اوكشن حدو او في البرنامج جالا وانا مش لابس الساعة وصيبها في البيت ومشي لاقيها تمام فهدوس على كلمة فايند هو هيخلي الساعة اهي بتهزف الى اي تمام فانا كده لقيت الساعة تمام طيب ريموت تو ديك بي فوتوز يعني انا لو حبيت ان انا اصور عن طريق الساعة تمام ازاي بقى فعل الاشعارات تظهر لي على الساعة تمام اخش على الاختصار ده و زي ما انت حابب عايز برنامج بس واحد تقدر تعلم عليه عايز كل بتعمل كل الوبشن كده ان انت بتعمل كده و بقيت البرامج كلها هنا المكالمات والرسائل انا فعلتها ومسلا ايه الواتساب فعلتها تمام ده كده انا فعلت اي شعار هيجيلي على الواتساب او الرسائل او المكالمات هيزهر لي هنا على الساعة دي الوقت انا بجرى ببعت من الموبايل تاني على الواتساب للموبايل اللي معايا و المفوضين انا كده بعت رسالة كده ظهر الشعار معايا على الساعة تمام حاببت اخش على الرسالة نفسها بخش على انفو و بلاي ان الرسالة جاتي بقدر اشوف بس رسالة من برا راكم تفاصيل اوارد و ندخل بقى على الموبايل الساعة الموبايل ده شكل عالفة الموبايل محتوياتها بسل الشاحن زي المسي بالزبط تمام والصوار اعطيت برضو شبع المسي و الساعة نعرف ايه الفرق والاتلاف يلا وجل نبدأ ده شكل الساعة الموبايل هتفرق وغير الشاشن لغتا مطوالة بغير اللون هنا مكان الشاحن بورده نفس المسي دي كده المسي و الشكل جديد ده الفرق من الشكل لكن تقريبا نفس الحاج تمام و نفس مكان الشاحن نفس كبير الشاحن طبعا نزان وانا الاختلاف ماكيش اختلاف في الحاليه من دلوقتي في شكل الساعة نفس المقاس تمام في المسي شكل الساعة هنا في دايرة على مكان الزرار تضغط منه باللمس طبعا نحنا عارفين ان الشاشحن لها مش طاطش التحكم ديبقى من تحت هنا سواء في المسري او في المسور تمام هنا المسري المكان الزرار زي ما قلنا داخل الجوه كده كأنه وصمة هنا مش داخل الجوه هي الشاشة كلها واحدة تمام و في دايرة كده باينة باللابيض فده كده الاختلاف في الشكل تقريبا بتقدم نفس الامكانيات لها المسري مفيش اي فرق زي ما قلنا في الشكل طيب خلينينا بقى نبدأ في مميزات الساعة المسور مع بعض سريعا كده دي وجهة المستاغم زي ما وضحنا في المسور التصدار الجديد تمام شكلها مختلف عن التصدار الجديد وهنا الخطوات اللي تمشتها و قطعة الكميين وحرقة و مبادات القلب و ضغط ونسبة الوكسيجين في الدن تمام و ايه فاين الفون طبعا لو انت ناس تليفون بتضغط على الفاين الفون دي بيعمل فاين الفون طيب بعد فاين الفون ايه بتدقي اشعارات الرسائل اللي جات لك على الموبايل بتظهر لك فينا في الساعة تمام و هباوت فجأة خير احنا ازاي نربط الساعة دي دي الموبايل عشان نظهر لنا الاشعارات على الساعة تمام زي ما وضحنا في العلبة مثل العلبة مع بعضة هنلاقي معاها كتالوج كتالوج هنلاقي ال QR Code تقدر تعمله سكان وتنزل البرنامج يلا نبدأ مع بعض نفتح برنامج QR Code ونعمل سكان البرنامج ده اسم البرنامج نعمل سكان نعمل سكان ال QR Code اللي هو بالسين هو انت النفروض تعمل سكان ال QR Code اللي هو بالانجليزة عشان يفتح معاك عملا انت تظهر على اول حاجة تمام و هيحاولك علاقة جوجل بلاي هتقدر تاخد الاسم ده وتكتبه على جوجل بلاي وتنزله انت لنفسك ده شكل برنامج طبعا برنامج مختلف طبعا عشان خاطر الموديل التعار الساعة مختلف تمام دي الشاشة فيها برضو نفس الحاجات هنا اللي سيبس الخطوات و الميل انت مشي كلميل و الحلقتها و هنا الخطوات مرضو نفس الكلام و المرضات القلب و عدد ساعات النعام ازاي بقى انا اعمل او اوصل الموبايل ده بالساعة تمام هنضغط على التلت شهرات اللي فوق دول و نشوف كونكتي تمام هيعمل يجيلك اشعار او عايزك تشغل بلايوتوس تمام فهيزا كاز الساعة طبعا ان احنا نضرب الساعة فهنا اعمل اضطران على الساعة الساعة طبعا ان توجدت هيبقى ساعة واحدة بس لزهرارك تمام و كده هتعمل كونكتة على الساعة اللي انا كده انا مرفوض بقى ترسالة و جات الاشعار من جرق اي حاجة اهو لاشعار على الساعة تمام هابدت ادفل على الاشعار تمام طبعا الساعة برضو كاوشن لطيف شوية يعني هاي ده بقى لو حيتلاحصت انها مطفية تمام مجرد ان انا برفع ايدي كده بيتشغل معايا كده يعني بتنور يعني انت مسلا انا وماشي الشارع ورفعت ايديك في مستوى وشك اهي بتنور ايه تاني مطفية تمام تمام رفعت ايديك في مستوى وشك كده نورت تقدر تعرف الساعة وتقدر بتاعة تختوط اه شكل دستيب بتاعها على الطريعة تمام اه السيمس طبعا اللي برده بارده تقدر تغيره تمام عن طريقة ضغطة مطولة على الشكل بداني الشكل الثاني تمام مش عجلني اوقت ضغطة مطولة هاي تغير الشكل معايا زي ما عددنا كده الشكل ده مختلف تمام بارده ضغطة ثلاث سوائن بارده ضغطة ثلاث سوائن بارده ضغطة ثلاث سوائن بارده ضغطة ثلاث سوائن بارده شكل ده عندنا كده ثلاث تمزات وكل سيمس بيقولك التاريخ والوقت وعدد الخطوات كمان بارده ضغطة ثلاث سوائن بارده ضغطة ثلاث سوائن